بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام برحمة الله وبركاته نواصل في مائلي الحديث عن المسيحية وموقف الإسلام منها لماذا أيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولادة المسيح الأذرية رغم افتقادها لأدلة تاريخية حتى عند المسيحيين ولماذا رفض حكاية الصلب التي يكاد يجمع عليها المسيحيون والمؤرخون بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله لماذا أيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حكاية أو قصة ولادة النبي عيسى من أم أذراء ولم يؤيد حكاية الصلب التي يكاد يجمع عليها النصارى واليهود حتى والمؤرخون بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله لماذا أيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قصة ولادة السيد المسيح من أم أذراء رغم ضعف هذه الرواية عند المسيحيين وإهمالها ويعني قصة لا تصدق بسهولة ورفض حكاية الصلب التي يجمع عليها اليهود والنصارى وعامة المؤرخين من يدرس الإسلام ويقارنه بالمسيحية يجد مفارقات مهمة وملفتة فقد اتخذ الإسلام موقفا إيجابيا قويا مؤيدا للرواية المسيحية حول يعني بعض المسيحيين بعض الروايات تقول حول كيفية الحمل بعيسى والولادة من أم أذراء أو هذا هو المشهور عند المسيحيين والمعاجز التي اشترحها في أيام طفولته وشبابه وكذلك صعوده إلى السماء وعودته إلى الأرض في آخر الزمن رغم ضعف هذه الرواية من الناحية التاريخية المسيحية واختلاف الأناجيل المسيحية واضطرابها حول كيفية حمل السيدة مريم بعيسى أو يسوع كما يسمونه وإهمال مرقس ويحنى وهما من كتبة الأناجيل الأربعة إهمال مرقس ويحنى تماما للحديث عن هذا الموضوع واكتفاء متى بالقول هذا الكاتب الثالث واكتفاء متى بالقول باختصار بأن مريم كانت مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع ووجدت حبلة من الروح الكدس متى 18 من 1 إلى 21 وعدم تحدث أي إنجيل عن بشارة جبرايل لمريم بالحمل بيسوع معدى إنجيل لوقة الذي يتوسع بذكر حادثة البشارة والأحداث السابقة للميلاد لوقة 1 على 32 وهو ما لم يذكره حتى ما يسمى بأخي الرب يعقوب ابن يوسف النجار في إنجيله أعتبر أخو إيسى يعني ولكن الإسلام اتخذ موقفا رافضا وبصورة قاطعة لموضوع الصلب والفداء الذي يشكل أساس العقيدة المسيحية رغم تمتع هذه الرواية بنسبة كبيرة من القبول التاريخي والإجماع المسيحي وكان لهذه الاستراتيجية أو هذا الموقف من الإسلام دور كبير في نسف العقيدة المسيحية من ناحية موضوع الصلب والفداء والدفاع عن أذرية السيدة مريم والسيد المسيح أنه ولد من أم طاهرة وهو ما فتح قلوب كثير من النصارى تجاه الإسلام التعامل مع الروايات الإسرائيلية المختلفة حول ولادة النبي إيسى عليه السلام ولو لم يكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشكل امتدادا للأنبياء ونبيا حقيقة لأمكنه بسهولة التشكيك بقصة ولادة عيسى من أم عذراء ونزول جبرايل عليها وبشارتها بالحمل بكلمة من الله تلك القصة الغامضة والضعيفة والغريبة أو المستحيلة تقريبا بالعرف العادي يعني أن النبي إيجا أيد هذه القصة وذكرها بتفاصيل دقيقة ولكان بإمكان النبي محمد تصديق الرواية اليهودية التي تتهم مريم بالزنا أو الحمل من خطيبها يوسف النجار على قول بعض المسيحيين حتى وإنكار كون إيسى نبيا صادقا فضلا عن إدعاءات النصارى بأنه ابن الله وروح منه وما إلى ذلك من الأساس ينسف الدين المسيحي يقول أصلا هذا يعني يؤيد الرواية اليهودية ويقول هذا إنسان كان والعياذ بالله كاذب ومدعي وأمه ولد من زنا مثلا ويسقط المسيحية تماما ولكن النبي محمد لم يفعل ذلك وأيضا كان بإمكانه تفسير معاجزه بالسحر والشعوذة كما كان يقول اليهود وكذلك تأكيد صلبه كان يقول إي نعم صليب صليب لأنه كان مدعي مثلا كما كان يقول اليهود وتفسير فقدان جسده من القبر بعد ثلاثيام ما وجدوه المسيحيين يقولون أنه ارتفع إلى السماء هو يقول لا مثلا مثل ما قال اليهود أنه سرقوا بسرقته من قبل أنصاره والسخرية من ارتفاعه إلى السماء أو جلوسه كما يقول المسيحيون إلى يمين الله على العرش ثم عودته إلى الدنيا في آخر الزمان وربما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكسبه من خلال تبني هذا الموقف اليهودي تأييد اليهود له أكثر مما حدث في التأريخ عندما يؤيد الرواية التاريخية اليهودية ولكن النبي محمد اتخذ على عكس ذلك موقفاً قوياً جداً من قصة الولادة العذرية أو العذرية وشرح قصة ولادة مريم بالتفصيل على العكس من بولس اللي هو تقريباً ناشر المسيحية الذي لم يشر بكلمة واحدة إلى السيدة مريم العذراء ولا إلى ميلاد يسوع الأجازي حيث رواها القرآن بصورة قاطعة وجلية أقوى وأكثر تفصيلاً مما رواها النصارى أنفسهم وعظم السيدة مريم أكثر مما عظمها كتاب الأناجيل ورفض بشدة اتهامات اليهود لمريم العذراء بالزنا وأكد على طهرتها فقال وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكي وطهركي واصطفاكي على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربكي واسجدي واركعي مع الراكعين قال أمران من 42 إلى 43 كما رفض نسبة ولدها عيسى إلى خطيبها على أقل إذا مو زانية كانت خطيبها مثلاً أو زوجها اللي بعدين صار زوجها يوسف النجار كما قالت الفرقة الأبيونية التي كانت متواجدة كما يظن موجودة في مكة المكرمة في تلك الأيام وعلى رأسها ورقة بن نوفل هذه الفرقة الأبيونية كانت تقول أن المسيح من الزواج ولد من زوجه من زوج أمه اللي هو أو خطيبها اللي هو يوسف النجار القرآن كلما تبنها الروايات هذه وبشكل غريب وفريد ومثير وملفت قام القرآن بدلاً من ذلك بنسبة عيسى إلى أمه مريم وأكد على حملها بصورة غير طبيعية بعد نزول الروح القدس أو الملاك جبرائيل عليها والنفخ فيها إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح إيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلاً ومن الصالحين قالت ربي أنا يكون لي ولد ولن يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون آل أمران من خمسة أربعين إلى سبعة أربعين وكرر ذلك في سورة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقية فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك أن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضية فحملته فانتبذت به مكاناً قصية فأجاءها المخاض إلى جدع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسية فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطباً جنية فكلي واشربي وقري عين فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسية فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيع إلى آخر السورة مريم من 16 إلى 29 أسرة مريم وميلادها ولا يكتف القرآن الكريم بالحديث عن عذرية مريم وحملها لإعجازي من دون رجل وإنما يغوص في التاريخ لكي يربط نسب مريم بآل أمران ويؤكد أن مريم ابنة أمران دعماً يستخدم هذه العبارة مريم ابنة أمران التحريم 12 سورة التحريم آية 12 خلافاً لأناجيل الطفولة المنحولة الشعبية يعني كأنجيل يعقوب ومنحول متى التي تقول أن والد مريم اسمه يهو ياقيم أو الآن يواكيم وإن ملاك الرب ظهر له قائلاً يواكيم يواكيم لقد سمع الرب صلاتك وإن أمها تسمى حنة وهي أخت اليصابات زوجة زكريا ولكن القرآن الكريم ينسب مريم إلى أمران وذلك في إشارة إلى جدها الأعلى والد موسى أمران كما يصف مريم بأنها أخت هارون في حين لم يكن يوجد لمريم أخ يسمى هارون وإنما يقصد بذلك أنها من بني هارون أخي موسى هارون أخ موسى يعني أو على سبيل التعظيم والتشبيه في الأبادة والتقوى قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً يا أخت هارون ما كان أبوك امرأس وإن وما كانت أمك بغية يعني أنت واحدة من هالنسل من هالعاعلة الشريفة فكيف تقترفين هذا الذنب العظيم ولذلك فقد التبس الأمر على بعض النصارى الذين اتهموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالخلط بين مريم أخت هارون وموسى أخت اسمها مريم ومريم والدة النبي عيسى رغم وجود فارق من مئات السنين بينهما أنه ما يعرف بالتاريخ النبي محمد هكذا قالوا المسيحيون وكيف مريم عيسى وين وموسى وين وهذا قبل بينهم فارق كبير بالقرون وقد يستشكل بذلك نصارى نجران عندما بعث إليهم النبي محمد المغيرة بن شعبة فقال له ألستم تقرؤون يا أخت هارون وقد كان بين موسى وعيسى ما كان فلم يدر المغيرة ما يجيبهم به فرجع إلى رسول الله وأخبره بقولهم فقال النبي ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم أنه هذا يعني نسبة تاريخية مو نسبة الآن أخت هارون كما يروي ذلك مسلم وترمذي من حديث المغيرة بن شعبة ويشير القرآن إلى موضوع النذر أنه حتى مريم هي ولدت بسورة تقريبا أجازية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمرانة ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت سميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنة وكفلها زكريا كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من نشاء بغير حساب آل أمران 35 إلى 37 وهنا يتفق القرآن مع ما ورد في إنجيل يعقوب وإنجيل متى الشعبيين ذني حول كفالة زكريا لمريم في البداية حتى بلغت الثانية عشرة فكفلها ليوسف النجار لما أتمت عامها الثاني عشر اجتمع الكهنة يتشاورون بشأنها قائلين كذا وكذا فظهر له ملاك الرب وقال له زكريا زكريا اذهب وادعوا إليك جميع الرجال الأرامل وليجلب كل واحد معه عصى فمن ظهرت آية الرب على عصاه يأخذ مريم زوجة له فما أن مد يده ليأخذها حتى انطلقت منها حمامة وطارت فحطت على رأسه عند ذلك قال الكاهن ليوسف لقد تم اختيارك بالقرعة لكي تأخذ عذراء الرب وتحتفظ بها كما يقول السواح فراس في كتابه الإنجيل برواية القرآن صفحة 47 دار علاء الدين دمشق طبعه أولى 2011 وبينما تهمل الأناجيل الرسمية الأربعة أي مكانة خاصة لمريم يجعل القرآن منها سيدة نساء العالمين ويتحدث عن مخاطبة الملائكة لها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وتحرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واستدي واركعي مع الراكعين وإن شاء الله نواصل الحديث عن موقف النبي محمد من بقية الأمور المسيحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا